السلام عليكم خلاد راح من والنهاردة بقدم لكم اه حلقة مراشة اخبار جديدة. اه نبتلك كده الاول نتكلم فيها عن بتاع متالجير سولد تري او متالجير سولد دلتا يعني مش عاجباني حت الدلتا دي الصراحة يعني بس ما علينا. يعني هو في اسئلة كتير كانت حواليه من سات لما تم الاعلان عنه. وكانت من ضمن اهم الاسئلة دي مين اللي بيطور. يمكن احنا خدنا اجابة او ممكن نص الاجابة في الساعة الاعلان ان استيديو اسمه هو المسؤول عن تطوير ولكن هو يعتبر مش الاستيديو الرئيسي وراء عملية حاجة زي كده. المسؤولين بشكل رئيسي عن هم فريق جوة كونامي. كونامي هي اللي هتامل ده. انما هيقوموا بدورهم كاستيديو مساعد. ده زي دورهم في العاب تانية كتيرة جدا. الاستيديو ده لو اي حد حاول انه يشوف هو يشتغل على ايه دايما حاجات مساعدة ان هم بيعملوا مسلا اه شغل على شغل مسلا على اه ديكورات مسلا بتاعة اماكن داخلية في الالعاب او مسلا والحاجات اللي ممكن انت تشوف فازة مسلا موجودة في مرحلة في لعبة. اه حاجات زي كده. هم بيعملوا دايما شغل على حاجات اللي ممكن تكون اه ممكن تكون بسيطة وصغيرة في الالعاب. بالاضافة ان هم اشتغلوا على حاجات يعني كان كبيرهم فيها الالعاب مسلا او نسخ محسنة وللاسف يعني بعض الالعاب دي النسخ منها كانت قد كده الحقيقة اه فيها بعض المشاكل. في ناس كتير جدا عمزين يعني كوزيما يكون موجود في عملية تطوير الريميك والكلام ده. ام لا يعني مش شرط. احنا نبص على الريميك بتاعة الفترة اللي فاتت. هل كمية كان موجودة على الريميك بتاع تو? لا. هل مسلا شنجي مكامي كان موجود في الريميك بتاع اه برضو لا. فالاساس ذات نفسه اللعبة موجودة. ومجرد بس انك انت مطلوب منك انت يقدمها زي ما هي بس بتحسن الكنترولز وبتحسن طريقة اللعب وبس مش اكتر. ده اللي مطلوب والافكار تفضل موجودة زي ما هي. يعني انا شخصين شايف ان متل جير سوليد سري ما فيهاش حاجة انها تتحزف او انها تتعدل هو بس الكنترولز بتاعة اللعبة. وهم قالوا حاجة زي كده ان هم يقدموا اللعبة بكنترولز متطورة. بكنترولز احسن. هيحتفظوا بالفويس اكتنج. والقصة هتفضل زي ما هي. وانا مش عاوز اكتر من كده. وياريت ان هم يقدموا حاجة زي كده بشكل كويس. فيه شوية صور طبعا تعرضت من اللعبة. والصور الى حد ما يعني شكلها كويس. يعني مش الريميك. اه ممكن اقول ان هو مستوى مبهر من الجرافيكس. بس انا هم حاجة عندي هو تقديم اللعبة كقصة وجيم بلاي. والروح بتاعة اللعبة الاصلية كمان. اه وفيه ناس كتير جوة كونامي زي ما قلتلكم يعني هم قدام موجودين من ايام مسلا من ايام لما هم اشتغلوا مع كوجيما على العاب زي اه بوليس نوتس والاجزاء بتاعة السلسلة. فيه ناس انا شايف ان هم عندهم الكفاءة ان هم يشرفوا على الريميك. او ان هم حتى يقدموا مثلا الريميكات تانية. فياريت ان كونامي يعني تدي ان الريميك ده حق. يااريت. وزي ما انا قلتلكم في الفيديو اللي فات على متل جير سوليد سري بالنسبة اللي هي لعبتهم مفضلة. فلو حصل اي حاجة مع الريميك ده انا هزعل وهجيب ناس تزعل. الخبر بعد كده هو يمكن خبر مش هلو قوي. هو يمكن اه في ناس كتير جدا كانوا منتظرين ان السنة دي لعبة اللي هو الجانب المالتبلاير المفروض ان هو كان يكون موجود مع الجزء التاني. بس اتحول بقى للعبة منفصلة. اه ده مش هينزل السنة دي. ومفروض ان في عملية التطوير الشغال عليه في الوقت الحالي. ونوتي دوج نشروا زي ما تقولوا يعني اعتذار عن ان هما ما عرضوش ولا تكلموا عن اي حاجة بسبب ان هما شغالين على التطوير. وده في نفس الوقت اللي ظهر فيه تقرير على موقع بلومبرج من صحفي زي جاسن شراير. لما كان بيتكلم عن ان فيه مشاكل في عملية تطوير اللعبة نفسها. فيه اعادة نظر وفيه اعادة تقديم للعبة هتقدمه. وانها واخده توجه خدمي. والتوجه الخدمي ده حتى زي بانجي لما بص عليه. اه هما ممكن يكونوا السبب في ان فيه محاولة اعادة نظر واعادة تقديم لعملية تطوير تحت اللعبة. وفيه تقليل كمان لعدد الموظفين اللي شغالين عليه. يعني دي ممكن تكون اشارة. يعني حسب التقرير ده ان ممكن يكونوا ساني مش واثقين قوي في عملية تقديم اللعبة زي. يعني توجه سوني ناحية موضوع الالعاب الخدمية. يعني انا دايما بقول ان الالعاب الخدمية يعني بصراحة ما بيجيش من وراها غير يعني ما ما فيش اي خير بيجي من وراها بصراحة الا نادرا. ودايما يعني هي بتكون في عملية التطوير الالعاب دي بتكون عبارة عن بلاعة آآ موارد وفلوس ووقت بيضيع. فالفكرة انا بسأل نفسي سؤال. اللي كان يمنع ان انتو مسلا تخلي ان ينزل مع مثلا بنفس الاسلوب بتاع الجزء الاولاني. زيادة خرائط زيادة. بنفس اللي هو الكلاسيك اللي احنا بنشوفه من العاب من زمان. فكرة الالعاب الخدمية انها تضيع وقت فعلا في حتة اللي هو ازاي انك انت بتفكر في ان الشخص اللي هيلعب اللعبة يفضل لازق فيها. يفضل هو ازاي تحسيته مع الوقت بحالة اسمها اللي هو انك انت تفضل تقدم بقى محتوى والكلام ده عشان تقدر انك انت تخلي الجانب الخدمي مستمر من اللعبة. آآ كل الكلام ده يعني محتاج وقت ومحتاج فلوس بقدر كبير جدا ومحتاج تخطيط وللأسف الشديد يعني نادرا لما بنشوف حد فعلا بيعرف يعمل حاجة زي كده. انا عملوها في اللعبة يقيم معا عادين يعني زعلنين وبيشتموا يلعنوا في بنشي وبعد كده الدائرة دي بتفضل لنها مستمرة. فهو حتى الاستيديو اللي مخصص نفسه في المجال ده ممكن نقول مش دايما مش طول الوقت ناجح في ان هو يقدر يقدم الجانب الخدمي. وحيطة اللايف اوبريشنز تحت اللعبة نفسها بشكل ممكن نقول مستمر وثابت على جودة واحدة. لكن بعيدة بقى عن الموضوع ده. اه نروح بقى نتكلم عن جون ويك. ما كنت قلت لكم قبل كده انا شايف ان الافلام دي من الممكن انها تكون مثالية جدا يتعمل عليها فيديو جيمز. ورئيس شركة المنتجة للافلام كان بيتكلم عن ان هما بيحاول يستثمروا اكتر في انواع مختلفة من الميديا اه تخص العالم بتاع الافلام. وهو بيقول ان هما داخلين في موضوع الفيديو جيمز ده من جانب تريبل اي. وده شيء انا زي ما قلت لكم قبل كده. المفروض ان هو كان يحصل. ان العالم بتاع الافلام دي مثالي جدا ان يتعمل عليه فيديو جيمز. وحتى انا كنت قلت لكم قبل كده لنفسي ان انا اشوف مثلا ميكس ما بين ماكس بين ولعبة زي سيفو الجانب اللي هو الشوتينج وجانب اللي هو الميلي كومبات اللي اتنين يجتموا مع بعض في لعبة واحدة. يعني قريت حاجة زي كده انها تحصل. ويمكن اللي في كم شاف الفيلم الاخير. الفيلم اصلا فيه تأثر جواه في بعض اللحظات وبعض مشاهد الاكشن بفيديو جيمز. انا مش عاوز اقول لكم ان يفيديو جيم بالتحديد عشان لو ما حدش فيكم شاف الفيلم. بس اتفرج عليهم انكم اكيد عارف قصدي انهي مشهد وانهي لعبة. بعد كده فيه تقرير طلع برضو من ماكس بلومبرج من جيسون شراير وده التقرير اللي انا كنت منتظره من بعد العك اللي انا شفته في لعبة زي ريت فالد. وهو اتكلم عن ايه اللي حصل مع اللعبة قبل ما تنزل. واعتقد ان نسبة كبيرة جدا جدا من الكلام الموجود في التقرير ده احنا بنسمع عنه بشكل ممكن يكون بسيط من مؤسس الاستيديو من ساعة لما طلع من الفين وسبعتاشر. اه وراح اسس استيديو تاني. وهو دايما كان بيقول ان بساس ده في تدخلات ادارية منهم في عملية تطوير الالعاب. وحتى قبل ما ريت فالد كانت نزلت قال ان هما رفضوا ان يكون فيه جزء جديد وكانوا عاوزين لعبة يكون فيها يكون فيها جانب اونلاين يكون فيها اي حاجة تخلي الناس يلعبوها الفاترة طويلة. والمقالة هنا بتيجي بتقول نفس الحاجة ان فيه تدخلات ادارية من آآ بساس ده والشركة الام اليوم اللي هي زريماكس. والكلام ده كان من الفين وتمنتاشر وان اللعبة كانت من ممكن يكون فيها كتير جدا وان اللعبة كانت لها توجه خدمة كبير. ولكن مع الوقت وبسبب الردود الفعل السلبية ناحية التوجهات الخدمية آآ قللوا شوية من الجانب ده في اللعبة. الفكرة في الاساس المخرجين كانوا متحمسين ليها بس ما عرفوش ان هما يوصلوا لان هما يقدموا زي ما كان بيتقال لعبة والمطورين اللي كانوا تحتهم ما كانوش متحمسين للمشروع ما كانوش شايفين ان دي حاجة بتاعت كانوا بيتمنوا ان مايكروسوفت لما تستحوز على بساس ده ان يحصل تقييم للمشروع ده ويتلغي او يتعاد تطوير اللعبة من اول جديد. آآ الاستيديو عدد الموظفين فيه قليل جدا وحتى اصلا سبعين في المية من المطورين اللي اشتغلوا على لعبة براي للأسف معدوش موجودين جهو الاستيديو. يعني موضوع بصراحة يزعل. يعني انتوا عارفين كواس جدا انا بحب اركينة دي ايه انا وانا مش عارف اتوقع ايه اللي ممكن يحصل مثلا معهم في خلال الفترة اللي جاية. استيديو بتاع اوستن تحديدا ايه اللي هيحصل? يعني سبعين في المية من الناس اللي اشتغلوا على واحدة من افضل العابهم اللي هي براي يكونوا مش موجودين جهو الاستيديو ده دي حاجة مش بسيطة تماما. آآ وانا بصراحة شايف ان يعني جزء كبير جدا من اللوم يقع على بساس ده. يعني بساس ده يعني موضوع من الفين وطمانتاشر من قبل الاستحواز وهم بيحاولوا يخلوا اللي استيديو ان هو يعمل لعبة خدمية. واحنا شفنا محاولات بساس ده مع استيديوهات تانية ومعهم في نفس الحاجة. يعني شفنا مع آآ بساس ده ان هم يعملوا لعبة زي فولاوت سيبنتي سيكس. شفنا مع زي ماشين جيمز لعبة مثلا زي ولفنشتاين. فلكن اللوم برضو يقع على مايكروسوفت. يعني انت دفعت سبعة مليار دولار او تمانية مليار دولار واشتريت شركات واستيديوهات عشان ان هما يكون الالعاب بتاعتهم تحت اسمك. المفروض ان انا متوقع انك انت لما يكون دافع المبلغ ده انك انت تضمن جودة الالعاب اللي طلعوا بينهم. ودي حاجة قالوها ساعة لما الاستحواز تم. قالوا ان هما عاوزين يعلوا جودة الالعاب بتاعت بساس ده. لان هما مش عاوزين مثلا الحاصل مع فولاوت سيفنتي سيكس يتكرر تاني. وانا متوقع برضو لما انت رمزيا ترفع اللعبة سعرها لسبعين دولار. اي نعم هي موجودة على الجيم باس بس انت رمزيا بتقولي حاجة لما ترفع اللعبة لسبعين دولار. برضو انا متوقع جودة. فبرضو يعني حتة ان مايكروسوفت ان هما يكون شايلين ايديهم. يعني انا مع فكرة انك كنت تدي حرية للاستوديوهات اللي شغالين تحتك. بس ما تسبش الموضوع سبه للا بالمنظر ده. في تفاصيل جديدة اتقالت عن لعبة وانا بصراحة من بعد التفاصيل دي يعني يمكن حماسي عليه شوية للعبة وجانب القصة بتاعتها. اه هو الاول كده اه يتأكد ان هيكون فيه كذا حاجة بالنسبة للعبة. ان اللعبة هيتعرض لها في يوم تمانية يونيون اللي جاي. اللعبة اللي احنا شفناه منها في الحدث بتاع بلاي ستيشن ده كله شغال على بلاي ستيشن فايف. فمظهر اللعبة كان كويس جدا ولكن اتمنى ان اللعبة على ما يكونش بتاعها بتاعها زي الزفت. يعني السنة دي صراحة كانت سنة يعني مأساوية الحاجة زي كده لحد دلوقتي. اه وبالاضافة لحاجة كانت ممكن تكون يعني عليها جدال شوية ان اللعبة هتنزل نسخة رقمية فقط. اللعبة مش هيكون فيها نسخ في زكال تماما. وقالوا ان السبب ورا حاجة زي كده ان هم عاوزين يضمنوا ان اللعبة تنزل سعرها ستين دولار. وما يرفعوش السعر بتاعها. اوكي يعني واضح ان في عندنا سبب جديد من ضمن الاسباب ان الالعاب بتعلق سبعين دولار ممكن يعني مش عارف. وشركة زي تي تي كيو قالوا ان هم عندهم استعلاد ان هم ينشروا اللعبة بالنسخ فيزيكل. اه انا بصراحة مش عارف هل فعلا نشر النسخ فيزيكل من ممكن هو يتسبب في ان في عشرة دولار زيادة وحاجة زي كده. وفي نقطة مهمة جدا اكدوا عليها ان اللعبة هيكون فيها اللعبة من خلال شخصيتين في القصة. القصة اساسة بأسهمة على جانبين. اه جانب خاص بآلان وايك نفسه. وجانب خاص ببطلة اسمها ساجا اندرسون. ودي الجانب القصة بتاعتها. يعني لما اتكلموا عنه. انا عجبني المصادر التأثر بتاعتهم بان هم مثلا بيقولوا اه مسلسل زي المسلسل ده بالنسبة لي ممتاز في الموسم الاول بتاعه. وفيلم برضو زي سيفن. وغير كده هم اكدوا برضو ان اللعبة هيكون لها اتنين هينزلوا من بعد آآ مزول اللعبة. فانا متحمس جدا انا هشوف الجيم بلاي اللي هينزل اليوم تمانية اللي هتعرض في الحدث بتاع آآ آآ العاب جيف كيلة مفضلة. في شوية تفاصيل تخص لعبة جديدة آآ واهم التفاصيل دي تخص عملية تبديل ما بين الشخصيات. هم اكدوا ان لو انت في العالم مفتوح آآ بتعمل اي نشاطات بتتنقل. انت ممكن تتنقل عادي جدا ما بين الشخصياتين وقت ما تحب. والتبديل هيكون طبعا سريع. ودي حاجة ممتازة. يعني انا عجبني جدا ان هم يعملوا حاجة زي كده. ولكن في مهمات هيكون التبديل ما بينهم. آآ يعني ممكن اقول على حسب بتاع المهمة نفسها. آآ ده اللي احنا ممكن نكون شوفناه من خلال الجيم بلاي اللي اتعرض للعبة. يعني انا كان نفسي ان هم يعملوا حاجة مثلا زي آآ اللي كانت موجودة في جي تي اي فايف. انك انت ممكن تبدل زي ما تعاوز في وسط المهمات لما يكون فيه الشخصيات التلاتة. آآ لكن هو فيه تفاصيل تانية اتكلموا عنها. ان القصة هتكون سودوية شوية. آآ يمكن. انا لاحظت ان زي ما قلت لكم ان بيتر باركر بشخصيتهم متأثرة بوجود في جسمه. بالاضافة ان اي نعم هم اه مستخدمين نفس الخريطة تحت الجزء الاول. ولكن هيكون فيه اماكن جديدة هتخلي الخريطة اكبر ضعفين. وبالنسبة للشخصيتين بيتر باركر ومايلز موراليس. كل واحد ليه الخاصة بيه. بس هيكون فيه تالتة مشتركة ما بينهم. فدي الحاجات اللي هم اكدوا عليها لحد دلوقتي بالنسبة للعبة. كلام كويس جدا. ولكن انا بتبعض رباجر جاية اتفرجتها على الفيديو بتاع الجيم بلاي. طبعا فيه ناس كتير جدا بيكلموا عن موضوع الجرافيكس على اللعبة. وانها مش نقلة كبيرة. اه شوية. يعني هو واستغلال ممكن يكون احسن شوية من الالعاب اللي فاتت بتاعت لكن على صعيد حاجات تانية اه يعني ما فيش قفزة كبيرة جدا. اه لكن اه في نقطة مهمة جدا 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 بالنسبة لي. وانا اللحظتها لما اتفرجت على الجيم بلاي المرة تانية تاني يوم. وانا حتى بمانتج فيديو اللي انا كنت قدمتولكم. مش حلو. بصراحة. جاريت ان الاي اي ما يكونش كده لما اللعبة تنزل يعني انا مش عاوز اعيد بنفس اللي انا شفته في ريت فالت تاني. فيه برضو فيديو تريلر جديد اتعرض للعبة سايلنت هيل اسنشن. بصراحة انا اتشددت شوية لان انا شفته في الفيديو من ناحية القصة. والكلام ده حتى الكفر اللعبة شكله حلو جدا. ولكن حماسة ضرب بالنار اول ما عرفت ان اللعبة هو انظامها عامل زي مثلا العاب الانتر اكتف دراما. وهم عمليني اتكلموا عن اللعبة كمسلسل تفاعلي. بيفكروني كده بواحد من المسلسلات اللي كانت نزلت على نتفلكس بتاع اللي كان اسمه تقريبا او حاجة زي كده. فاللعبة هتكون بالنظام ده. وانا بصراحة يعني دي حاجة قتلت حماسي ناحية اللعبة. انا نفسي ان ترجع بس ترجع كالعبة. وبرضو من ضمن الاشعاعات اللي كانت طلعت في الفترة اللي فاتت واللي تم نفيها وهي ان اه في محاولة استحواز من سوني على سيدي بروجيكت راد. طبعا الموضوع اتنفى الاول من واحد من الموظفين اللي كانوا شاغلين جوه اه سيدي بروجيكت راد. واللي هو المنتج بتاع الانمي بتاع سايبر بنك اتج رانر. وهو قدم يعني سبب موك يكون مقنع جدا. اه وجي بعده طبعا اه مدير الستيديو فيه زي اجتماع مستثمرين كان معمول في الفترة اللي فاتت. وقال ان الشركة مش للبيع. اه هما مفضلين بقدر كبير ان هما يستمروا كشركة مستقلة. وده افضل المشاريع اللي جاية بتاعتهم. وحتى يعني هو اولا يعني منطقيا لما نكون عندنا استيديو بيتوسع بيفتح فرع عليه في دولة تانية في امريكا. وبيشتري او بيستحوز على استيديوهات تانية. مش منظر استيديو بيدور على ان حد يستحوز عليه. ده اولا. سانيا هو النقطة ممكن تكون اللي كان المنتج بتاع اتش راير كنتكلم عنها. ان الاستيديو ذات نفسه او الشركة بشكل عام. عندهم نظام في حصة الاسهم بتاعتهم مختلف عن الشركات التانية. وصعب جدا ان يتم الاستحواز عليها. هو بيقول ان تلاتين في المية من الحصص بتاعت الاسهم في ايد المجلس الادارة. ومتوزع عليهم بنسب مختلفة. ده بالاضافة ان في نسب خمسة في المية متوزعة برضو على مستثمرين تانيين. وطبعا الجزء برضو من الاسهم بتاعتهم معروضة في البورصة بتاعت وارسو. فالفكرة ان هو الموضوع متوزع متشتت بشكل كبير. وحيطة ان يتيجي شركة وتقول ان انا عاوز استحوز على الشركة دي. اللي هو لابد ان كل دول يكونوا موافقين عشان او يبيعوا الحصص بتاعتهم. عشان اي حد ان هو يستحوز على وغير طبعا كلام مدير الشركة على حتة الاستحواز بشكل عام. هو للاسف يعني هو في ناس كتير جدا يعني بيتعاملوا مع موضوع الاستحوازات على ان تقريبا شركة مثلا زي مايكروسوفت ولا سوني بينزلوا لسوق بيجيبوا بشوية بصل. اخر خبر هنتكلم عنه هو اشعة والحاجة انا منتظرة وبشدة وشكلها مش هتنزل السنة دي. وهي ان لعبة الديل سي اللي جاي هو عبارة عن اساسا اتنين ديل سيز تم دمجهم مع بعض. على حسب كلام لانس مكدونالد وده واحد من ممكن اقول مسربين اه صرب قبل كده اخبار ممكن تكون موصوك فيها شوية بالنسبة لالعاب بتاعت فرام سوفتوير وبالضافة ان هو يعني ممكن اقول بيطلع محتويات محزوفة من اللعبة وهو اللي عمل باتش الستين فريم الغير غير بتاع اه بلادبورن هو اتكلم عن اللقطة دي على ديسكورد وقال ان مفروض ان اللعبة كانت تنزل بسيزن باس ده كان لاثنين ديل سي ده نفس اللي حصل مع دارك سول سري ولكن فيه تغيرات كتير جدا حصلت في خطة الاستيديو وقرروا ان هم يخلوا الاثنين ديل سي دول مع بعض ويبوا واحد واللي هو شادوف زي اير تري اللي احنا شفنا الاعلان عنه في الفترة الفاتت. انا مستنى ديل سي ده باي شكل من اشكال بقى يعني يتقسم على اتنين ينزل كل لوحده بس الشكلها كده احنا يعني نممكن نقول داخلين على حاجة يعني كبيرة لانها واخدة وقتها شوية كمان برضو في التطوير ودايما بتاعة العاب بتكون ممتازة اه حتى يعني لانا عندي مشاكل معها بتاعتها كانت حلوة جدا وبس دي كانت كل اخبار تخص الحلقة دي نجي لفقرة سريعة معتدة في كل حلقة واولا كده بالنسبة للمراجعة اللي جاية انا خلصت اخي انا مش قادر اقول كده يعني صراحة انا خلصت زلدة تيرز او زا كنجدوم آآ لعبت اكتر من مية وتلاتين ساعة في اللعبة آآ وكنت بوكل لعب اكتر في كده برضو بس يعني الواحد يعني لو فضل يلعب مش هيخلص آآ مهم آآ انا خلصت اللعبة والريفيو بتاع ان شاء الله هيكون على نهاية الاسبوع ده انا بصراحة يعني الريفيو ده انا عاوز لسه بكتب بتاعة المراجعة نفسها وفي حاجة كتير اوية انا عاوز اتكلم عنها اللعبة مش صغيرة تماما مش زي حتى كمان بنفس كمية المحتوى او نفس نفس كمية اللي احنا ممكن نقضي اتكلم عنها مثلا بالنسبة في يعني الواحد عاوز اتعامل مع المراجعة بتاعة اللعبة دي زي ما حصل مع مراجعة اه ده بالاضافة ان انا بلعب حاليا برضو للمرة التانية تاريبا خلاص فاضلي مهمتين وخلص تاني شكرا بليزرد على الجميلة جدا ودي ان شاء الله هتكون المراجعة اللي جاية المراجعة كاملة للعبة انا كنت نزلت زي انطباعة عن اللي انا لعبته لحد لما انا خلصت للكم بس للأسف شديد يعني زي ما انا كنت قلت لكم الريفيو بروسس بتاعة اللعبة ما كانتش حروة بصراحة ان الكاركتر اللي انا بلعب به اه اسبوعين قبل يوم تلاتين في الشهر اللي فات اه الكاركتر يتمسح اول ما يوم تلاتين ييجي دي ما كانتش حاجة هلوات صراحة فمعرفتش ان انا مع كون ان انا بلعب برضو اه زلدة في نفس الوقت معرفتش ان انا اقدم مراجعة كاملة للعبة اه ده غير ان طبعا فيه العاب تانية انا عاوز اقدم لها مراجعة الفترة اللي جاية في في وربنا يا سهل ان انا اعرف ان كل الكلام ده اقدمه قبل مسلا لما تيجي مسلا يوم اتنين وعشرين اللي جاي بس اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسابسكرايب واشوفكم فيديو جديد اشتركوا في القناة